اصلا جربت ده وفي ايه بقى ياريتني كنت باستورت حاجة ده انا جاي بلايك بريس كانت من كم سنة الابني عشان رجله فعلشان اخدها واركبها الابني في البيت شهر وكسور قاعد عمال بمضي واختم ومحدش متقاعس ده كده بسرعة علشان خاطري بالحب يعني ده لفت يعني بصحك انا مقدرش هنكر الكلام ده كان موجود قبل 2019 الكلام ده كن 2017 اظن قبل 2019 الحقيقة الوضع كان كده بغاية لما يعني فعلا المواضيع بقت تقيلة قوي فكان الفكر لازم بيزقنا للتطوير وده اللي خلينا نعمل نفذة او احنا نقتلع بالفكرة دي فنفذة دي بقى بتعمل زي مراكز الجستية مكان يليق بالموظف الحكومي كما يجب ان يكون من ناحية الشياكة والنظافة وكل حاجة كل واحد ليه مكتب كل واحد ليه تليفون كل واحد ليه كرسي سليم نظيف شيك فيه سيونة دائمة فانا خلقت له بيه اتعمل تشجعه على الشغل والإنتاج تخليح السنوة جاي المبسوط بقى مش جاي يعني خايفين على الكرسي مين اللي هيقعده النهاردة على الكرسي فدي بردو كانت يعني طبعا فإيه بقى وظيفة المركز اللوجيستي ده حلو المركز ده كانت الناس بتروح تقدم فيه عاملين صالت متعملين تحت وشباب كده يعني أما تدخل تلاقيهم يعني تفرح يعني فيه شباب حلو كده تعينوا دول طبع الشركة المنفذة مش طبع الجمرق كانوا ثلاث مراحل فيه واحد بيستلم الورق بتاع كل الجهاد ما بقاش بتاع الجمالك بس كل الجهاد ياخدوا الورق ده ويديه لزميله اللي وراء اللي بيعمل له سكان لزميله اللي بيجمعه في شهده يرجعه بسرعة تمام يقفله ويطلع بيه للجمرق اللي معادش حد يشوفه تحت فأنا كده فصلت الموظف اللي بيتمن وبيعتمد الشهده في المرحلة اللي هي بتاعة الانهاء الإجراءات إنه خلاص ما بنبقاش متقابلين ودي حاجة برضو كانت مهمة طبعا لأسباب كتير فحفظنا على الجزئية دي كم مركز عملناه؟ عملنا 14 مركز أخدنا كل الجمهورية طبعا يعني من أسوان لغاية اسكندرية مرورا بقى طبعا بالدخيلة وبورسعيد والسخنة وكل ودوميات كل دا بقى فيه مركز لوجستية أما جات فكرة الاسي اي هي بقى تنفذة دلوقتي حلاص ما بقاش فيه الخريطة بتاعة الورق الورق ما طلع للجمرق كله بقى مميكن الناس من موبايلاتها تعرف تدخل وتعرف شهادتها وصلت لفين بتتبعت لرسالة الرسالة بتاعتك اتفتحت حضرية تعالى بكرة عندك معاية كشف هنفتح الحوية بيجي ويفتح الحوية بلجمة مشتركة مجموعة من كل الجهات ينزلوا في نفس اليوم يشوفوا الحوية علشان تتقفل ما تتفتحش تاني وما تبادش مفتوحة كويس تتفتحش تاني علشان هو ما يتكلفش وما تبادش مفتوحة علشان برضه ما يتكلفش صح اشطلح رائع تمام فده كان نافذة واحنا بنشتغل بنفكر طب احنا ازاي نطور تاني